أعلنت مكتبة الإسكندرية عن حدث أدبي مهم جدا أن الأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ قد أهدتها مكتبة والدها الأديب الكبير أديب نوبل العظيم نجيب محفوظ المكتبة المكتبة الخاصة اللي في بيته فيها مجموعة كبيرة جدا وبديعة من الكتب جه وفد من مكتبة الإسكندرية على رأسه مدير المكتبة دكتور أحمد زايد وقاموا بتسلم هذه الهدية القيمة كنت بحظوظة جدا مش بس أن أنا أتواجد في الحدث ده أن أنا يبقى عندي الفرصة لساعات طويلة جدا أن أنا أبحر في عالم الكتب الخاص بنجيب محفوظ وكانت حاجة من أجمل الأشياء أن أنا أقعد أقلب في الكتب من التلاتينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات وما بعدها كتب في كل المجالات في الفلسفة في الأدب في علم النفس في الأغاني في التفاسير في الصوفية